عاملين يا جماعة يا رب تكونوا بألف خير نصيحة مني ليكم ما تشتروش العربيات اللي عاملة حوادث خصوصا لما تكون العربية دي عاملة حادثة موت ولا تاخد اي اجزاء او قطع غيار من عربية عاملة حادثة وناس متت فيها وتركبها في عربية تانية او تشتري عربية عاملة حادثة موت بس متوضبة توضيب تمام وانت تفرح بسعرها الرخيص بس مش عارف ان فرحتك دي مش هتدوم نفس الكلام ده لو هتأجر او تشتري شقة حصل فيها جريمة قتل او حريقة موتت اللي فيها او متسك لمثلا اتقلب بصاحبه ومات الخلاصة علشان ما طولش في الكلام ابعد عن اي حاجة تكون مرتبطة بحادثة موت بشعة لان القصة اللي انا هحكيها لكم دلوقتي مرتبطة بالكلام ده وهي قصة اشباح الرحلة الربعمية واحد وصعب ان اي حد يكذبها او يقول عليها خرافة لان اللي حصل ده عليه شهود كتير شافوه بعينيهم مش شاهد واحد ولا اتنين ده مئات من الشهود ايه هي قصة الرحلة الربعمية واحد اللي كانت السبب في ظهور اشباح في رحلات طيران مختلفة وازاي تحول ركاب الرحلة دي الاشباح وبقى يظهروا للناس وكانت الاشباح دي بتعمل ايه وشكلها كان عامل ازاي كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا القصة بالتفصيل وما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم التحميلات اول باول وقت ما تكون جاهزة حوالي الساعة تمانية ونص مساء يوم تسع وعشرين ديسمبر سنة الف تسعمية تنين وسبعين سمع الركاب جوه مطار جون كيندي الدولي في مقاطعة كوينزي بنيويورك سمعوا الميكروفونات جوه المطار بتقول ان رحلة الخطوط الجوية الشرقية ربعمية واحد لميامي بقت جاهزة دلوقتي لاستقبال الركاب بعد حوالي نص ساعة وصل مية ستة وسبعين راكب للطيارة من بينهم افراد الطاقم اللي كان عددهم 13 فرد وبدأ افراد الطاقم التلاتاشر في اتخاذ الاستعدادات النهائية لرحلة الاقلاع ربعمية واحد كانت الطائرة المستخدمة في الرحلة دي من الطائرات الغالية جدا وكان موديل الطائرة ده حديث جدا في الوقت ده وكانت تكلفة تصنيع الطائرة دي عالي جدا مش زي اي طائرة عادية كان موديل الطائرة اسمه لوك هيد 1011 تراي ستار والاختصار بتاعه ال 1011 اس وكان الموديل ده من الناحية التكنولوجية في الوقت ده متقدم جدا ومن ناحية الحجم كان هائل جدا بشكل غير معقول فكانت الطائرة دي تقدر تستوعب ربعمية راكب وكانت الطائرات العادية في الوقت ده الصف بالعرض كان بيستوعب اربع كراسي لكن في الموديل 1011 اس كان بيستوعب تمن كراسي في الصف الواحد بالعرض ومش بس كده دي كانت الطيارة دي متقسمة لدورين الدور الاولاني اللي هو فيه المكسورة الرئيسية اللي فيها الركاب والدور التاني اللي تحت منه موجود في مؤخرة الطائرة وبتوصل للدور التحتاني ده عن طريق اتنين اسانسير وكل اسانسير منهم صغير جدا يدوبك يقدر يستوعب شخص واحد بس والاسانسيرات دي بتنزلك تحت عند مطبخ الطائرة وكان المطبخ ده كبير جدا وواسع ومليان افران وتلاجات وبعد المطبخ ده فيه غرفة تانية معمولة صالة وهي معمولة مخصوص لطاقم الطائرة علشان لو حد منهم حاب يستريح فيها شوية كان الكابتن او الطيار الاساسي في الرحلة دي اسمه بوب لوفت عمره خمسة وخمسين سنة وعنده خبرة اكتر من تلاتين الف ساعة طيران ومعروف انه من الطيارين الممتزين جدا في شغلهم بعد ما الكابتن ده اللي اسمه بوب طلع الطائرة وشق طريقه لكمرة القيادة قعد هو على الكرسي الامام الرئيسي بتاعه ناحية الشمال وعلى الكرسي اليمين اللي جنب منه قعد مساعد الطيار اللي اصغر منه بعشر سنين واسمه بيرت ستوكستيل قعد على الكرسي اليمين المخصص لمساعد الطيار في الطائرات العادية كانت قمرة القيادة بيبقى فيها كرسيين بس واحد للكابتن او الطيار الاساسي والتاني بيبقى لمساعد الطيار لكن في الموديل L-1011S كانت قمرة القيادة ضخمة جدا وكان فيها اربع كراسي يعني غير الكرسيين الاساسيين بتاع الكابتن والمساعد زود عليهم في الموديل ده كرسيين كمان طب مين بقى اللي هيقعد على الكرسيين الزيادة دول هينضم ليهم واحد ثالث وهو مهندس الرحلة اللي اسمه دون ريبو وعنده 51 سنة وبعد ثواني قليلة وصل رابعهم اللي اسمه أنجلو دونادو وعمره 47 سنة والصراحة أنجلو ده مكانش ليه اي وظيفة يعملها في الطائرة غير انه بس موظف في الخطوط الجوية الشرقية وفي الليلة دي كان محتاج يوصل لميامي فالشركة حطته في الرحلة دي ربعمية واحد علشان يروح معاهم ميامي على الساعة 19 مساء تم الانتهاء من جميع عمليات الفحص قبل الرحلة وكان كل الركاب في المقاعد بتاعتهم وطاقم الطائرة كانوا على أتم الاستعداد وبعد عشر دقايق على الساعة 9 وتلت بدأت الطائرة في الاكلام وكانت الرحلة الربعمية واحد محمولة جوا في سماء مدينة نيويورك ومتجه جنوبا نحو ميامي وفي خلال الساعتين اللي بعد كده كانت الرحلة طبيعية جدا وهدية وفي منتهى الجمال لدرجة ان فيه واحد من الركاب اسمه جيريس كاو جاب ورقة وقلم وكتب فيها رسالة متحل شركة الطيران وكتب للشركة في الرسالة دي قد ايه هو مبسوط جدا بمدى روعة طيران الخطوط الجوية الشرقية وان الرحلة سهلة جدا وجميلة وهو مش حاسس فيها بأي تعقل وكان ناوي بعد ما يوصل ميامي يبعت رسالته دي بالبريد لشركة الطيران الشرقية لكن على الساعة 11 و 32 دقيقة يعني بعد ساعتين و 12 دقيقة من الإقلاع هتتنقل الرحلة الهادية الجميلة دي نقلة ما يعلم بيها الله ربنا في الوقت ده بدأ الكابتن بوب يقرب من مطار ميامي الدولي وخلاص شايف مدرج المطار بعينه من بعيد وابتدى يجهز عجلات الطائرة للنزول علشان يعمل الهبوط بتاعه لكن ظهرت عنده مشكلة لما جاي نزل العجلات الطائرة مكونة من 3 أجزاء من عجلات الهبوط في مجموعة من العجلات اللي تحت الجناح الأيمن ومجموعة العجلات التانية اللي تحت الجناح الأيصى والمجموعة الثالثة من العجلات اللي في مقدمة الطائرة تحت قمرة القيادة وكل جزء أو كل مجموعة من الثلاثة دول بيبقى متوصل بلمبة إشارة خضرة في قمرة القيادة فلو مجموعة العجلات اليمين نزلت وسبتت وقفة تحت على وضع الهبوط فلمبة الاشارة الخضرة اللي تابع العجلات اليمين هتنور قصاد الكابتن ونفس الكلام في لمبة الاشارة التانية للعجلات اللي على الشمال وعندك لمبة اشارة تالتة للعجلات الامامية لكن لما جي الكابتن ينزل العجلات لمبتين اشارة بس هما اللي نوروا اللي هما بتوع العجلات اليمين والشمال لكن لمبة الاشارة بتاعت العجلات الامامية ما نورتش نهائي فمعنى كده ان العجلات الامامية ما نزلتش الكابتن لما شاف المشكلة دي هو والتلاتة اللي معاه قالوا انه ممكن المشكلة دي تكون بس في لمبة الاشارة نفسها هي اللي بايزة مش في العجلات الامامية لان الطيارة كانت لسه جديدة وتم فحصها بالكامل قبل الطيران فاستحال ان العجلات الامامية فيها تتعطل وما تنزلش فعلشان الكابتن يتأكد من الكلام ده رح رافع العجلات كلها فوق فلمبتين الاشارة بتوع العجلات اليمين والشمال اطفوا فرح منزل العجلات من تاني وكان على امل ان التلات لومض اشارة بتوع العجلات ينوروا كلهم لكن رجعت المشكلة زي ما كان لمبتين الاشارة بتوع العجلات اليمين والشمال نوروا ولمبة الاشارة بتاعت العجلات الامامية مطفية زي ما هي فالكابتن فتح جهاز الارسال وكلم برج المراقبة في مطار ميامي وقال لهم ان في مشكلة في عجلات الطائرة ومش عارف ينزل بيها والمشكلة دي علشان تتحلى هتاخد لها حبة وقت فبرج المراقبة في المطار طلب منه انه يبعد بالطيارة بتاعته عن مدرج المطار لانه ماينفعش يفضل يلف ويدور بالطيارة فوق المطار مباشرة لان ده هيعطل حركة مرور الطيارات الطالعة والنازلة فطلبوا منه يلف بالطيارة بتاعته بعيد شوية عن المطار فوق منطقة اسمها ايفار جليدز والمنطقة دي عبارة عن بركة مياه كبيرة جدا وفيها نباتات واشجار بس المياه اللي فيها مش غويطة اول والارض اللي فيها رطبة وطنية مش ارض صلبة فراح الكابتن بالطيارة بتاعته فوق منطقة البحيرة وراح مشغل الطيارة الالي في الطائرة وزبط الطيارة الالي ده على وضع انه يخلي الطيارة تلف في دايرة سابتة على ارتفاع 600 متر فوق البحيرة علشان يبقى هو مركز ازاي يحل مشكلة العجلات الامامية دي اللي مش عايزة تنزل في الاول الكابتن كان فاكر ان لمبة الاشارة هي اللي بايزة ففضل يخبط عليها بصوابعه مش عايزة تنور فراح خالع من لوحة التحكم والجزء ده بالكامل اللي بيتحكم في نظام الهبوط يشوف لو فيه سلك مقطوع او ترس معلق فما لقاش اي حاجة فرجعه في المكان بتاعه تاني في اللوحة وبرضو لمبة الاشارة بتاعت العجلات الامامية لسه مطفئة فالكابتن جاله احباط علشان لسه مش متأكد هل العيب من العجلات ولا من لمبة الاشارة فبس كده وراه على مهندس الطيران دون ريبو وطلب منه ينزل تحت من فتحة في ارضية قمرة القيادة بيسموها هيل هول او بالعربي فتحة الجحيم او ثقب الجحيم والهيل هول دي بتنزلك لغرفة تحت قمرة القيادة وفي الغرفة اللي تحت دي فيها اجهزة ومعدات واسلاك خاصة باجهزة التحكم في الطائرة والغرفة دي فيها شباك صغير قوي عامل زي العين السحرية بتاعت الباب تقدر تشوف من العين دي مقدمة الطائرة من تحت فهتعرف من خلالها اذا كانت العجلات الامامية نازلة ولا لا فنزل مهندس الطيران ده للغرفة اللي تحت دي علشان يشوف ايه مشكلة العجلات الامامية في الوقت ده بقى نطلع برا الطائرة خالص ونروح لمشهد تاني في البحيرة الكبيرة اللي تحت الطائرة وفي البحيرة دي كان فيه راجل اسمه روبرت ماركيز وكان معاه واحد صاحبه بيصطادوا ضفادع من البحيرة وكانوا اللي اتنين في قارب هوائي والقارب الهوائي ده يا جماعة عبارة عن قارب مسطح بيتحرك من الخلف بمروحة كبيرة هي اللي بتدفعه لقدام والنوع ده من القوارب شائع جدا استخدامه في البحيرات الضحلة دي لان ارتفاع المياه في البحيرة دي حوالي 3 بوصة يعني مش مكمل 10 سنتيمتر فما ينفعش يستخدمه فيها اوارب بمواتير عادية اللي هي المروحة او الرفاصة بتاعتها بتبقى من تحت المهم في الوقت ده بالليل البحيرة كانت معتمة جدا فكان اللي اتنين صيادين الضفادع دول الدنيا حواليهم سواد مفيش اي مباني حواليهم ولا اي انوار صيارات ولا اي بني ادم قريب منهم كل ده كان على بعد اميال واميال واميال من المكان اللي هم فيه فكانوا اللي اتنين دول هم مصدر الضوء في العتمة اللي هم فيها بسبب الكشفات الامامية اللي كانوا حطينها على الارب وهما اللي اتنين مشغولين بيدوروا على الضفادع لقوا ضوء اصفر ضخم جدا خرج من الارض على بعد خمس اميال تقريبا من مكانهم والضوء ده ظهر مرة واحدة زي الفلاش ونور مساحة كبيرة من البحيرة واختفى مرة واحدة فروبرت على الارب قال لي زميله ايه اللي حصل ده فالتاني قال له مش عارف يلا بينا نشوف ايه ده فراحوا مدورين مروحة الارب ومشيوا بيه بسرعة في اتجاه مصدر الضوء ده وبعد خمسلاشر دقيقة وهم ماشيين بسرعة خمسة وستين كيلو متر في الساعة مكانوش مسدقين ايه اللي شايفينه اقصاد عينيهم ده لما نرجع بالزمن عشرين دقيقة وراه لما كابتن بوب بص وراه لمهندس الطيران علشان يقول له انزل تحت من الهيل هول شوف العجلات الامامية نازلة ولا لا تقريبا الكابتن وهو بيبص وراه علشان يكلم مهندس الطيران خبط عجلة او عصاية القيادة برجله من غير ما ياخد باله والخبطة الصغيرة دي كانت كفاية علشان تلغي عمل الطيار الآلي فاتبرمجت الطائرة انها تعمل هبوط تدريجي لكن مفيش اي حد من اللي كانوا في كمرة القيادة لحظوا ان الطيارة بتهبط لان المنطقة بتاعت البحيرة اللي كانوا طيرين فوقيها منطقة ضلمة معتمة ومفيش حتى في الليلة دي امر بدر طالع ينورلك المكان حواليه ولا فيه اي مباني منورة قريب ولا فيه اي رؤية للكابتن في المنطقة دي غير السواد بس وتاني حاجة الهبوط ما كانش مرة واحدة لأ ده كان تدريجي وبطيء جدا فالكابتن ما كانش ملاحظ ان الطيارة بتنزل تحت وهو كان فاكر ان الطيارة ماشية زي ما هي متبرمجة على الطيار الآلي في المصاري الدائري السابت بتاعها في الجو وتالت حاجة كلهم في كمرة القيادة مجغولين في تصليح لمبة الاشارة المطفية بتاعت العجلات الامامية ومعداش وقت كتير بعد ما نزل مهندس الطيران في الهيل هول وبعدها الكابتن والاتنين اللي معاه في كمرة القيادة سمعوا انذار مرة واحدة ان الطيارة قربت تصطدم في الارض فعقبال ما الكابتن خاد باله وحاول يطلع بها من تاني كانت الطيارة صطدمت بالارض بكل الركاب اللي عليه ولما صطدمت بالارض انفجرت وهو ده الانفجار اللي كان عامل زي ضوء الفلاش اللي شافه في البحيرة روبرت ماركيز صيادة دفوضع هو وزميله التاني ولما رحوا بالقارب لمكان الانفجار ده اتصدموا من منظر الركاب دحاية تحطم الطائرة ومنهم اللي بيسرخ واللي بيبكي واللي بيصوت من الالم ومنهم اللي مات ومنهم اللي لسه بيطلع في الرؤى ومن حسن الحظ في الحادثة دي ان الارض اللي اتحطمت عليها الطائرة هي ارض تنية ردبة فالانفجار اللي حصل ده وطلع نار شديدة النار دي اتطفت بسرعة من الرطوبة والمية اللي في الارض وما انتشرتش في كل الحطام لان لو الطيارة دي اتحطمت على ارض صلبة كانت اتدمرت وتحرقت بالكامل وتاني حاجة كمان ان الطيارة كانت نازلة بالتدريج ما نزلتش على الارض مرة واحدة على بوزها وتحطمت فعلشان كل الاسباب دي الحادثة ما كانتش قوية زي حوادث الطائرات التانية فعلشان كده طلع منها ناس لسه عايشة وناس ماتت روبرت ماركيز هو وزميله حاولوا يساعدوا الركاب اللي كانوا لسه عايشين باي طريقة علشان يطلعوهم من وسط الحطام وبعد تلاتين دقيقة وصل الدفاع المدني وفرق الانقاذ لمكان الحادثة وفضلوا بالطائرات الهليكوبتر لحد الفجر ينقلوا المصابين للمستشفيات ومع شروق الشمس في اليوم اللي بعده ما كانش فيه اي ناجين تانين من الحادثة ومات في الحادثة دي تسعة وتسعين شخص ونيجي سبعة وسبعين من الموت وكان من ضمن الوفيات الكابتن بوب لوفت والمساعد بتاعه بيرت ستوكستيل ومهندس الطيران دون ريبو اللي كان نازل يشوف مشكلة العجلات الامامية اما الموظف الرابع اللي كان معاهم انجلو دونادو فده نيجي من الحادثة والشخص اللي اسمه جيري سكاو اللي كان بيكتب رسالة للشركة بيعبر فيها عن حب الجمال وحلوة الرحلة فده نيجي من الحادثة وبعد التحقيقات في الحادثة دي قالوا ان سببها هو خطأ بشري وطلع ان العجلات الامامية كانت نازلة وما فيهاش اي مشكلة وطلع ان المشكلة فعلا ان لمبة الاشارة بتاعت العجلات الامامية كانت محروقة مش شغالة وبعد التحقيقات دي اتعهدت شركة الطيران بدفع كل التعويضات اللازمة للمصابين وقسر الضحايا وتعهدوا انهم يغيروا نظام تدريبات الطيرين بالكامل عندهم علشان النوع ده من الحوادث او الكوارث ما يحصلش مرة تانية لكن مش دي نهاية قصة الرحلة ربعمية وواحد دي بس كانت البداية بعد مرور تلات سنين من الحادثة دي مئات من موظفين شركة الخطوط الجوية الشرقية دخلوا في تجربة جديدة من الظواهر المرعبة كتير من الموظفين دول كانوا يروحوا يشتكوا الرؤساهم في الشركة ويقولوا لهم على اللي بيحصل لهم لكن الشركة كانت منبهها عليهم ان مفيش اي حد يتكلم عن الحاجات دي واي موظف كان بيتكلم عن الحاجات دي او يشتكي منها للشركة ياما الشركة تديله اجازة مرضية يروح يكشف عند طبيب نفسه ياما كانت ترفده نهائي من الشغل وعلى الرغم من ضغط الشركة الشديد جدا على الموظفين علشان يتكتموا على الموضوع ده الا ان فيه موظفين شجعان حكوا القصص والظواهر المرعبة دي اللي مروا بيها للصحافة ووسائل الاعلام لكن الموظفين اللي اتكلموا دول ما كشفوش عن هويتهم فعلشان كده حط في اعتبارك ان الاسماء اللي جاية دي هي اسماء مستعارة مش حقيقة في شهر مارس سنة 1973 بعد ثلاث شهور من حدثة الرحلة 401 شركة الطيران الشرقية عينت مضيفة اسمها جيني علشان تخدم في رحلة الطيران على الطائرة رقم 318 اللي طلع من نيويورك لفلوريدا وكان معاها في الرحلة دي مضيفة تانية اسمها دينيس وجيني ودينيس كانوا صحاب جدا وما فيش اي واحدة منهم خدمت قبل كده في الطائرة اللي اتحطمت في الرحلة 401 لكن الطيارة اللي هم فيها 318 هي نفس موديل الطيارة بتاعت الرحلة 401 اللي هو الموديل L-1011S لكن في الحقيقة الطيارة 318 كان متركب فيها اجزاء اتبقت سليمة من حدثة الرحلة 401 لان المحققين في حدثة الرحلة 401 اكتشفوا في الحطام اجزاء لسه سليمة وممكن الاجزاء او القطع دي تتركب في طائرات تانية جديدة فلاقوا ان الاجزاء اللي فضلت سليمة دي من الحطام تنفع تشتغل من تاني وبعد اجراء اختبارات وفحوصات عليها لقوها تنفع تتركب على طائرات تانية من نفس الموديل لان الموديل دا زي ما قلتلكم في بداية الفيديو تكلفة تصنيعه غالية جدا والطيارة اللي اتحطمت في الرحلة 401 كانت لسه جديدة فليه ما يستغلوش الاجزاء السليمة الباقية منها في تصنيع طيارات جديدة فده هيخفف على الشركة تكلفة كبيرة جدا انتو خدتوا بالكم الفكرة وكمان الاجزاء اللي فضلت من الحادثة دي مش هي السبب الرئيسي في الحادثة السبب الرئيسي في الحادثة دي هو خطأ بشري من الكابتن بوب اللي معرفش يتعامل باحترافية مع مشكلة لمبة الاشارة في جهاز الهبوط المهم جيني ودينيس اللي كانوا عالطائرة 318 كانوا هما ومضيفات تانيين بيقسموا نفسهم في الشغل علشان يخدموا على المتين راكب في الطائرة فالدور الاول او المستوى الرئيسي في الطائرة هيكون فيه خمس مضيفين بياخدوا الاوامر من الركاب وباقية المضيفين اللي في الدور التاني تحت في المطبخ هيجهزوا الاكل ومشروبات وفي وقت معين من مرحلة الخدمة دي دينيس كانت في المستوى الرئيسي فوق وخدت طلبات واوامر كتير جدا من الركاب وحست ان دماغها هنجت من كتر الاردارات فقالت تنزل تحت لزميلتها جيني علشان تساعدها في الطلبات الكتيرة دي لكن الصدفة اللي حصلت في التوقيت ده ان دينيس لما خدت الأسانسير علشان تنزل لجيني في المطبخ تحت في الوقت ده كانت جيني طلعة في الأسانسير التاني ورايحة لدينيس علشان تشوفها لو محتاجة اي مساعدة فالتنين رجبوا في وقت واحد الأسانسيرات وما فيش واحدة منهم شافت التانية فاول ما جيني طلعت فوق سألت بقيت زميلها على دينيس فقالولها دي لسه ماشية من دقيقة وكانت ريحة لك المطبخ تحت وبعد دقيقتين جيني هتسيب المستوى الرئيسي وتنزل بالأسانسير تحت تدور على دينيس وعلشان تفهموا بالزبط ايه اللي حصل لازم تعرفوا المستوى التاني تحت ده التخطيط الهندسي بتاعه عامل ازاي لما تنزل على أسانسير من دول وتفتح بعد كده باب الأسانسير هتلاقي قصدك المطبخ على طول ولو وقفت في نص المطبخ ومد دهرك للأسانسيرات هتلاقي على شمالك مجموعة أفران كتير جنب بعض وعلى يمينك فيه صف من دوليب المطبخ فيها مجموعة أرفف فلو فضلت زي ما انت ماشي على طول في المطبخ من غير ما تلتفت يمين أو شمال هتلاقي في وشك حيطة والحيطة دي هي اللي بتفصل ما بين المطبخ والصالة وعلشان تدخل الصالة دي فيه باب بيدخلك لها في أخر المطبخ على يمين فلو انت وقف في المطبخ والباب ده مفتوح استحالة انك تشوف الصالة لازم علشان تقدر تشوف الصالة دي من جوة تدخل راسك من الباب ده علشان تقدر تشوفها والصالة دي بيبقى فيها كام كرسي على كام كنبة علشان المضيفين يريحوا فيها فلما جيني رجعت وخدت الأسانسير تاني علشان تنزل تشوف دينيس تحت أول ما فتحت باب الأسانسير لقيت المطبخ فاضي مفوش أي بناه ده وكان باب الصالة في أخر المطبخ مقفول جيني أول ما نزلت تحت كان عندها إحساس قوي جدا إن دينيس موجودة في الصالة ومن قطر الثقة بتاعتها إنها فاكرة إن دينيس في الصالة ما فتحتش باب الصالة وبصت جواها علشان تشوفها موجودة جوا ولا لا ولا حتى خبطت على باب الصالة جيني بكل ثقة ابتدت تسخن الأكل في الأفران وهي وقفة في المطبخ وابتدت ترس الأكل في اللقباء علشان تطلعهم للركاب فوق وهي في الوقت ده واسقة مليون في المية إن دينيس هتفتح باب الصالة في أي وقت وهتخرج له لكن عدد دقيقتين ومحدش خرج من الصالة فجيني قالت في بالها هي ما خرجتش ليه لو هي جوا في الصالة أكيد هتسمع صوت الدوشة بتاعت جيني في المطبخ وهي بتحضر الأكل وبترس اللقباء فقالت جيني في بالها تقولش دينيس عاملة فيها مقلب تكون مستخبيالها جوا ومش عايزة تطلع لما جيني تدخل الصالة وبعد كده تخضها فجيني بقت وقفة في المطبخ وهي خايفة ومتوترة جدا ومستنية دينيس تطلع في أي لحظة وتخضها لكن بعد كم دقيقة لا في حد خرج من الصالة ولا في حد مثلا كان مستخبيلها في دوليب المطبخ وتلع لها منها هي بس اللي وقفة لوحدها في المطبخ بس هي كل ما تفضل موجودة لوحدها الوقت أطول في المطبخ يزيد جواها أكتر الإحساس ده إنها مش لوحدها في المكان ده فضلت تلف حول النفسها في المطبخ وهي مرعوبة وبعدين راحت عند باب الصالة علشان تفتحه وقبل ما تفتح الباب قلبها كان هيتمزق من كتر الده ففتحت باب الصالة ودخلت رأسها وبصت جواها بسرعة واتفاجأت إنها ملاقيتش جواها أي حد نهائي لكن هي لسه عندها الإحساس ده إنها مش لوحدها ووثقة مليون في المية إن في حد معها في المكان ده بس هي مش شايفة وكانت متوقعة إن دينيس هتخضها وتفاجئها في أي وقت فمشت بسرعة لآخر الصالة وبقت بص ورد كراسي والكنبة على أمل إنها تلاقي دينيس مستخبيالها وهي عملة تدعي في سرها إن دينيس تظهر في أي وقت لكن ما فيش أي حد نهائي في الصالة فكده ما فيش أي حد نهائي غيرها هي لوحدها في الدور التاني تحت وهي عندها الشعور المرعب ده إنها مش لوحدها وفي حد معاه فمن قطر الخوف والرعب قررت إنها تهرب بسرعة على فوق ومن قطر الرعب اللي كانت فيه لزقت ظهرها في الحيطة بتاعت الصالة علشان تدمن إن ما فيش أي حد هيجي من وراها ويفاجئها وفضلت ماشية في الصالة وهي لزقة ظهرها في الحيطة ومرعوبة وعملة تقرب من باب الصالة وهي مرعوبة وكانت متوقعة إنها لما ترجع على المطبخ هتلاقي فيه حد مستنيها في المطبخ لكن لما وصلت للمطبخ لقيته زي ما هو فاضي مفوش حد لحد ما وصلت للأسانسير وفضلت تدوس على زرار الأسانسير بهستيريا وهي عملة تبص وراها ومرعوبة ولسه عندها الشعور الفضيع ده إن فيه حد وراها وأخيرا نزل الأسانسير عندها ودخلته بسرعة وقفلت الباب وطلعت فوق عند الركاب أول ما طلع الأسانسير فوق فتحت الباب وطلعت منه بسرعة وفي الوقت ده كان فيه مضيفة اسمها ميردريد كانت مدية ظهرها للأسانسير فجيني وهي طلعة مفزوعة من الأسانسير خبطت ميردريد في ظهرها فميردريد بعد ما استعدت توزنها من الخبطة دي بصت لجيني كده وكان باين إن جيني شكلها ضايع كان وشها شاحب ومليان عرق كأنها ماتت وصحت مرة تانية ميردريد شافتها بالمنظر ده وقالت لها أنت كويسة إيه اللي حصل لك فجيني ما بقتش عارفة تجمع الكلام على بعضه وقالت لها أنا أنا مش قادر أحكي لك على اللي حصل فضلت ميردريد تلح عليها في الأسئلة علشان تعرف إيه اللي حصل لها وفي الآخر قالت لها تعالي يا جيني معاي فميردريد خدت جيني معاها المكان أو مساحة فاضية كده وراء الأسانسرات لحد ما جيني شافت دينيس وكانت دينيس هي كمان وشها شاحب زي الأموال وكانت عرقانة وعملت تراش وطلع بقى يا سيدي إيه اللي حصل في الوقت اللي طلعت فيه جيني أول مرة علشان تدور على دينيس وبعد ما عرفت إن دينيس مش موجودة فوق فنزلت تحت تاني وفي الدقايق القليلة دي اللي كانت فيها جيني في المستوى الرئيسي فوق قبل ما تدور على دينيس دينيس في الوقت ده كانت في الدور التحتاني وقالت دينيس إنها لما نزلت تحت لقت المطبخ فاضي مفوش حد لكنها كان عندها إحساس قوي إن جيني لسه موجودة معها تحت وإنها مش لوحدها في المكان ده ونفس السيناريو اللي حصل لزميلتها فتحت باب الصالة وبصت على جيني جواها فلما ملقتهاش اتصابت بالفزعة وقفلت باب الصالة بسرعة وجرت على المطبخ ورجبت الأسانسير وطلعت فوق للدور الرئيسي وهي طلع للدور الرئيسي فوق وفي نفس التوقيت ده كانت جيني نازلة في الأسانسير التاني فمعنى كده إن المضيفتين ما شافوش بعض نهائي في الدقائق دي وما تقابلوش اللي اتنين نهائي مع بعض في الدور التحتاني بس كل واحدة فيهم لما نزلت تحت كانت حاسة بوجود حد تاني معاها وكل واحدة فيهم ما كانتش حاسة إنها لوحدها في الدور اللي تحت وأول مرة المضيفتين دول يمروا بتجربة مرعبة زي دي بس طلع إن الحوار ده اتقرر مع مضيفات تانية في نفس الدور التحتاني في المطبخ والصالة وفي نفس الطائرة دي 318 وطبعا لو حد اشتكى منهم للشركة محدش هيصدقهم وهيتهموهم بإساءة سمعة الشركة ويطردوهم أو يتهموهم بالجنون لكن مش دي بس الظواهر المرعبة اللي حصلت في الطائرة 318 ده في قصص تانية مرعبة أكتر بكتير من اللي فات بعد مرور شهر واحد على نفس برضو الطائرة 318 في مطار نيويورك ليبرتي الدولة في لوس أنجلوس كانت في الوقت ده الطائرة بيتعمل لها فحوصات قبل طلوع الرحلة بتاعتها الميامي في صباح اليوم ده وبعد ما خلصت الفحوصات وشيقوا على الطيارة سمحوا للركاب بطلعها وبعد ما الركاب كلهم قعدوا على الكراسي بتاعتهم بدأت مضيفة الطيران اللي اسمها سيس بعد الركاب الموجودين داخل الطائرة فبعد ما خلصت عد الركاب لقيت إن فيه راكب واحد زيادة عن العدد الفعلي بس هي ما كانتش عارفة مين الراكب ده ففضلت راجع على عدد الركاب من تاني لحد ما اكتشفت إن الراكب ده موجود في الدرجة الأولى وكان الراكب ده من الزي الرسمي اللي كان لابسه كان قبطان تابع الخطوط الجوية الشرقية فالمضيفة افتكرت إن الكبطان ده في مهمة بيسموها في شركات الطيران ديد هيدنج والديد هيدنج ده جماعة معناها لما بيكون فيه كابتن مفروض يطلع بطيارة من مطار معين بس هو مش موجود فعليا في المطار ده فشركة الطيران بتبعته على أي طيارة رايحة في طريقها للمطار ده اللي المفروض يطلع منه فالمضيفة افتكرت إن الكابتن ده رايح توصيلة تبع الشركة المطار تاني وفي زمن السبعينات ده ما كانتش شركات الطيران بتهتم إنها تبلغ الموظفين في أي طيارة إن فيه موظف تاني تبع الشركة رايح توصيلة المطار تاني كانت الإجراءات الأمنية في الزمن ده مش شديدة زي دلوقتي فكانت المضيفة فاكرة إن الكابتن ده رايح توصيلة تبع الشركة بس برضو مفروض إنها تسجل بياناته عندها في الضفطر فالكابتن ده كان قاعد عالكرسي بتاعه زي الصنم وكان لابس الكاب بتاعه ومنزله شوية كده على تحت فوشه ما كانش باين لأي حد بيكلمه وهو واقف فالمضيفة سألته حضرتك يا فندم في ديد هيدنج فما ردش عليها ولا التفت ناحيتها ووشه زي ما هو ثابت وباصس كده القدام في الأرض المضيفة كانت واقفة جنبه ومستغربة هو ليه مش عايز يرد عليها فسألته بصوت أعلى شوية حضرتك اسمك إيه يا فندم علشان يسجلك عندي وهو زي ما هو قاعد زي التمثال ومداش أي رأكشن على سؤال المضيفة وفي الوقت ده في الطيارة كان فيه مضيفة تانية اسمها ديان فشافت زميلتها اللي اسمها سيس وكان تعبير وشها باين انها بتواجه مشكلة مع الكابتن اللي قاعدة على الكرسي فراحت علشان تشوف ايه الحوار ده فلاقيتها عمالة تكلم الكابتن وهو ولا عايزه يرد عليها فحاول الديان هي كمان تكلمه برضو قاعد زي الصنم فالمضيفتين بصوا البعض كده باستغراب وبعدين في المشكلة دي فالمضيفة اللي اسمها سيس قالت لديان بصي انا هروح لكابتن الطيارة نفسه ابلغه وهو يجي يتعامل معاه فراحت سيس للكابتن في قمرة القيادة وديان وقفت زي ما هي جنب الكابتن الصامت ده ورجعت سيس ومعها كابتن الطيارة اللي اسمه جورج اللي خرج من قمرة القيادة علشان يشوف ايه الحوار ده وفي الوقت ده كان فيه ست ركاب قريبين من المكان ابتدوا يلاحظوا ان فيه مشكلة عند الكرسي اللي قاعد عليه الكابتن الصامت ده فكلهم وجهوا عنهم ناحية سيس وديان وكابتن الطيارة جورج اللي بيحاولوا يكلموا الكابتن الغامد ده اللي قاعد على الكرسي فلما التلاتة دول ملاقوش اي رد من الكابتن الصامت ده كابتن الطيارة جورج حاب يشوف وشه اللي مش باين ده تحت الكاب عايز يعرف مين الكابتن ده اللي مش عايز رد عليهم فجورج نزل على ركبته جنب الكرسي علشان يشوف وش الكابتن الغريب ده واول ما شاف وشه من هنا راح يتقلب على ظهره مفزوع وقال مش معقول ده الكابتن بوب لوفت وهو نفس الكابتن اللي مات في الرحلة 401 جورج كان يعرف الكابتن بوب كويس جدا قبل ما يموت في الحادثة دي ومش مصدق انه لسه عايش وراكب معاهم في نفس الطيارة وقبل ما ينطق اي كلمة زيادة وقدام عينين الكابتن جورج وقدام عينين المضفتين اللي معاه وقدام عينين الست ركاب اللي بيتفرجوا على الحوار ده فجأة كابتن بوب اللي قاعد على الكرسي ما بيتكلمش او الله اعلم هو مين فجأة اختفى في الهوى قدام عينهم كلهم والركاب بقوا يسرخوا من الرعب والمضفتين انهاروا تماما في البكاء والصريخ وكانت صدمة ليهم كلهم ومش عارفين يعملوا ايه بس هم كانوا عارفين انهم مسئولين على الرحلة دي فحاولوا يتمسكوا يهدوا الركاب شوية علشان ما ينتشرش الرعب في الطيارة كلها وابتدى الكابتن جورج والمضيفات اللي معاه يدوروا في كل شبر في الطيارة على الكابتن اللي اختفى ده قصد عينهم لانهم ما كانوش قادرين يقنعوا وقولهم ان فيه انسان يتبخر كده في الهوى لازم الشخص ده يكون راح في اي مكان تاني على الطيارة علشان كده طلبوا من كل الركاب يفضلوا قاعدين في كرسيهم لمدة ساعة كاملة وبدأ كل طاقم الطائرة يفتشوها علشان يلاقوا الكابتن اللي اختفى ده لكنهم ما لقوش ليه اي قصر نهائي وبعد ما الطيارة دي اتأخرت لوقته طويل عما عاد طلوعها راجع الكابتن جورج لقمرة القيادة وطلع بيها للوجهة بتاعته في ميامي الكابتن جورج والمضيفتين ديان وسيس اللي شافوا الظاهرة المرعبة دي قدموا تقرير للشركة بالواقعة دي لكن شركة الخطوط الجوية الشرقية ما عملتش اي حاجة بالتقرير ده ولا اهتمت بيه وركانته جوه في الادراجة عنده لكن في خلال اسبوعين الخبر ده انتشر جامد ما بين موظفين الشركة وكلهم كانوا عايزين يطلعوا على التقرير ده يقروه لكن بعد كده اي حد يروح لموظف السجلات ويطلب منه التقرير ده كان يقولوا مفيش عندنا في السجلات اي تقرير للكابتن جورج او للمضيفتين سيس وديان وكانوا يقولوا للموظفين كل الكلام ده كلام فارغ ودجل وإشعات وما تصدقوش اللي بتسمعوه ده لكن جورج وديان وسيس اكدوا انهم قدموا للشركة تقرير بالواقع دي فازاي التقرير ده يختفي بقدرة قادر كده من سجلات الشركة لكن كان فيه طيارين تانيين في الشركة الشرقية اطلعوا على التقرير ده قبل ما يختفي وقالوا احنا قرينا كل اللي فيه وكل اللي مكتوب فيه كان مرعب لأبعد الحدود حولت الشركة بكل الطرق انها تكتم على الاحداث والظواهر الغريبة دي لكن في خلال السنتين اللي بعد كده موظفين كتير في الشركة الشرقية قدموا تقارير عن مشاهداتهم لكتير من الظواهر الغريبة والمرعبة خلال شغلهم في قسطول الشركة خصوصا في الطائرات موديل L-1011S اللي تركب لها قطع غيار او اجزاء من حطام الطائرة المنكوبة في الرحلة 401 وشافوا زواهر كتير مشابهة لأشباح كانوا قاعدين على الكراسي بنفس الوضعية الصمتة لشبح الكابتن بوب وواحد من المديرين في الشركة كان في شغل روتيني في طائرة منهم وقفة في المطار وشاف شبح الكبطان ده وهو بيتلاشى من على الكرسي فالمدير ده هرب بسرعة من الطائرة وهو مفزوع وامر بتفتشها بالكامل لكن زي زواهر الاختفاء اللي حصلت قبل كده ملاقوش اي حد ومن الاحداث المرعبة برضو اللي حصلت شركة تموين اللي هي بتجيب الاكل او الوجبات اللي بتتوزع على الركاب في المستوى الرئيسي في الطائرات L-1011S وكانت الوجبات دي بتتحط في مطبخ الطائرة في الدور التحتاني وواحد من الموظفين وهو بيرص الوجبات دي في المطبخ وهو شغال في المطبخ حاب يدخل الصالة اللي جنب المطبخ علشان يريح فيها دقيقتين فلما دخل الصالة لقى شخص قاعد في مكانه ثابت ما بينطقش وعلى حسب وصف الموظف ده للشخص الغريب ده كان لابس زي الشركة الرسمي ولابس الكاب على رأسه وعلى حسب وصفه كان فيه شبه كبير جدا من مهندس الطيران دون ريبو اللي مات في حدسة الرحلة الربعمائة وواحد فلما الموظف ده حاول يكلمه لقى قاعد في مكانه لابينطق ولا بيتحرك ولا حتى التفت ليه وفجأة لقى اختفى في الهوى والموضوع ده انتشر وسط موظفين شركة التموين وبقى يخافوا جدا يطلعوا اي وجبات لمنوع ده من الطائرات وحدثة كمان حصلت في الطائرة رقم 318 اللي تعتبر اكتر طائرة حصلت فيها زواهر مرعبة في مرة كان فيه طياره المساعد بتاعه وهم في كمرة القيادة سمعوا صوت خبط طالع من الهيل هول او من فتحة الجحيم اللي هي غرفة الصيانة اللي تحتيبه فقام الطيار من مكانه وفتح باب الغرفة دي علشان يشوف الخبط ده سببه ايه نزل تحته ومسك الكشاف بتاعه يشوف الغرفة كلها ملقاش فيها اي حاجة فلما جيه يطلع منها وبعد ما خلاص طلع فوق في كمرة القيادة ولسه يقفل باب الغرفة دي تحت رجله شاف شبح مهندس الطيران دون ريبو وهو واقف تحت في الغرفة وبصص قدامه ما بيتحركش وفجأة الشبح ده اتبخر واختفى وفي مرة في رحلة تانية كانت لسه في بدايتها امرأة من الركاب فضلت تسرخ بشكل هستيري في بداية الرحلة فلما جوم الموديفات بسرعة يشوفوها مالها قالت ان الكرسي الفاضي اللي كان جنبها فجأة لقت راجل قاعد عليه وظهر الراجل ده فجأة كده جنبها من العدل ولما شافته وسرخت اختفى برضو في العدل والمرأة دي فضلت طول الرحلة في حالة هستيرية من الرعب والسريخ لدرجة ان الطيرا لما وصلت اريزونا جابوا لها مساعفين نزلوها من الطيرا وهي متكتفة في سطرة زي اللي بيلبسوها للمرضى النفسيين اللي في حالتهم الخطر لكن مش كل الحوادث كانت نهيتها بالشكل ده في حدثة حصلت فريدة من نوعها كان لها الفضل في انقاذ ارواح ناس كتير واللي حصل ان كابتن في الشركة كان لسه طالع في رحلة قبل الفجر ولسه كان هو اول واحد يدخل كمرة القيادة ولما دخلها قال انه شاف شبح المهندس دون ريبو في كمرة القيادة لكن المراد الشبح ده كلم الكابتن وقال له خلي بالك فيه عطل خطير في محرك الطائرة واختفى من قصاد الكابتن والكابتن ده بقى مرعوب من اللي شافه وسامعه من الشبح اللي ظهرنا لكنه قدر يسيطر على عصابه ونزل من الطيرا يبص على المحرك وتأكد فعلا من وجود العطل في المحرك اللي قال عليه شبح المهندس دون ريبو واخيرا في سنة 1974 وقفت الظواهر المرعبة دي بشكل مفاجئ وما حدش عارف السبب ايه وفي السنة دي شركة الطيران الشرقية قالت ان كل الكلام والقصص عن الظواهر الغريبة والمرعبة دي مجرد دجل وخزعبلاء وملوش اي اساس من الصحة لكن اللي حصل في السنة دي 1974 ان شركة الطيران وهي بتعمل صيانة للطائرات بتاعتها خلعوا من كل موديل طائرة L-1011S القطع والاجزاء اللي كانوا مركبينها من حطام الطائرة 401 ورغم ان الاجزاء المتركبة دي كانت شغالة كويس جدا وما كانش فيها اي عيوب الا انهم شالوا الاجزاء او القطع دي وما قدموش اي سبب لإزالتها وبعد ما تشالت الاجزاء دي وتبدل مكانها بقطع جديدة انتهت كل الظواهر المرعبة دي بشكل نهائي وبس والحد كده خلصت القصص بتاعتنا عن اشباح الرحلة 400 و 1 لكن ما تنسوش لو القصص دي عجبتكم او الفيديو دي عجبكم تعملوا ليه لايك وشير من كل اكاونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي وان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقة جديدة وقصص جديدة واقول لكم مع السلام اشتركوا في القناة